كتاب الجغرافية للصف التاسع الجزء الأول الوحدة الثانية الغلاف المائي تتناول هذه الوحدة موضوع الماء الذي يعد أساس حياة الكائنات الحية على سطح الأرض حيث يتعرف الطالب إلى مكونات الغلاف المائي وحركة مياه البحار والمحيطات ويدرك مشكلة المياه التي يتجاوز فيها الطلب على المياه العذبة الموارد المائية المتوافرة عالميا إما بسبب ظروف طبيعية أو بشرية وتركز هذه الوحدة على توضيح مشكلة نقص المياه محليا وعربيا مما يدعونا جميعا إلى ترشيد الاستهلاك اليومي للماء في كافة المجالات ويتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة أن يستوعب المفاهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة يتعرف الغلاف المائي المياه الجوفية والسطحية يتعرف مشكلة نقص المياه محليا وعربيا يحدد مواقع الخزانات المائية الجوفية في الأردن ينشئ ملفات وقواعد بيانات باستخدام الحاسوب ليتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة يتقن مهارات التفاوض والحوار يوظف منهجية البحث العلمي في جميع المعلومات لأي مشكلة جغرافية وينظمها ويحللها ويقترح خطة إجرائية لها يقدر أهمية المحافظة على المياه من الهدر والتلوث يتحمل مسؤولية قراراته الفردية والجماعية يقدر عظمة الخالق في تكوين الغلاف المائي الدرس الأول مكونات الغلاف المائي يعد الماء عماد الحياة الأساس لجميع أنواع الكائنات الحية ومن أهم المصادر الطبيعية الموجودة على سطح الكرة الأرضية في باطنها وفي الغلاف الغازي وهو ضروريا لأنشطة الإنسان الزراعية والصناعية والاستخدامات المنزلية ومصدر للعديد من الثروات الطبيعية مثل الأسماك والأملاح المعدنية كما أن معظم تجارة العالم يتم نقلها بواسطة النقل البحري عبر البحار والمحيطات يطلق الغلاف المائي على جميع أشكال وصور المياه على سطح الأرض وفي باطنها وهو يشكل ما نسبته 71% من سطح الأرض حيث تشكل المياه المالحة من بحار ومحيطات النسبة الكبرى في الغلاف المائي لتصل نسبتها إلى 97.5% في حين تشكل المياه العذبة الأنهار والبحيرات والجبال الجليدية والمياه الجوفية وبخار الماء ما نسبته 2.5% فقط من الغلاف المائي تأمل الشكل 2-1 ثم أجب عن الأسئلة التي تليه في الشكل 2-1 توزيع المياه على سطح الأرض حيث أن سطح الأرض يغطي 71% منه ماء وتسعة وعشرين بالمية منه يابسة أما الماء فإن 97.5% منه مياه مالحة من بحار ومحيطات والمياه العذبة تشكل فقط 2.5% من بحيرات ومياه أخرى ومياه جوفية وأنهار وكتل جليدية 1-1 كم تبلغ نسبة كل من مساحة اليابس والماء على سطح الكرة الأرضية 2-2 ما أنواع المياه في الكرة الأرضية 3-3 في أي الأشكال تتركز معظم المياه العذبة في العالم 1-3 دورة المياه في الطبيعة تبدأ دورة المياه في الطبيعة من خلال تبخر مياه البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار والنباتات والتربة 2-3 وتبخر المياه الجوفية الموجودة على عمق قليل 3-3 ثم تصعد المياه المتبخرة إلى طبقات الجو العليا 4-3 ثم تتكاثف بسبب البرودة على شكل سحب 5-4 وتتساقط على هيئة أمطار أو ثلوج فوق سطح البحار والمحيطات واليابسة 6-4 وتعود فيما بعد للتبخر ثانية 7-4 وتأخذ الأمطار المتساقطة على اليابسة مسارات عدة 8-4 والجزء الأكبر يسقط مباشرة على البحار والمحيطات 9-5 وجزء ينساب على اليابس على شكل جرايان سطحي 10-5 مكونا الأنهار والبحيرات أو يتسرب عبر طبقات الأرض 11-5 مكونا المياه الجوفية 11-5 وجزء آخر يتبخر مباشرة ويعود ثانية للغلاف الجوي 12-6 دورة الماء في الطبيعة وقد تم شرحها 13-1 تتبع حركة المياه ضمن الدورة المائية العامة في الطبيعة 14-2 ما علاقة الدورة المائية في الطبيعة بالمحافظة على التوازن المائي 15-3 هل تعلم أن الماء يوجد في الطبيعة بحالاته الثلاث 16-3 السائلة والغازية والصلبة 16-3 أكثر من ثلثي المياه العذبة في العالم 17-3 موجودة في منطقة القطبين 18-4 وأقل من 1% من المياه العذبة 18-4 مستغلة للاستهلاك البشري 19-3 المياه المالحة 19-4 أين توجد النسبة العظمى من المياه على سطح الكرة الأرضية؟ 19-4 لتعرف ذلك أدرس الخريطة الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها 20-4 في الشكل 2-3 خريطة القارات والمحيطات 21-4 في الشكل توجد القارات وهي أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 21-4 وآسيا وأوغانوسيا 22-4 كما يبين الشكل المحيطات 23-5 المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي 24-5 كما يبين الشكل القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا 25-1 سمي المحيطات الظاهرة في الخريطة 26-2 سمي ثلاثا من البحار الظاهرة في الخريطة 27-3 المحيطات هي مسطحات مائية واسعة وعميقة تشكل النسبة الكبرى من مساحة الغلاف المائي تتصل مع بعضها بمنافذ مائية كبيرة أما البحار فهي مسطحات مائية صغيرة المساحة مقارنة بالمحيطات وتصنف البحار إلى 1. بحار شبه مفتوحة وهي التي تتصل بالبحار والمحيطات الأخرى عن طريق فتحات ضيقة تسمى المدائق أو قنوات ومن أمثلتها البحر المتوسط البحر الأحمر الخليج العربي 2. بحار مفتوحة هي البحار التي تتصل بالمحيطات والبحار الأخرى عن طريق فتحات واسعة ومن أمثلتها بحر العربي بحر الصيني بحر الياباني 3. بحار مغلقة البحيرات وهي البحار التي لا تتصل بأي مسطحات مائية أخرى فهي محاطة باليابس من جميع الجهات ومن أمثلتها البحر الميت وبحر قزوين 3. المياه العذبة تعد المياه العذبة جزءا من الغلاف المائي على سطح الأرض وتتوزع بشكل غير منتظم فهناك مناطق لديها فائض مائي ومناطق أخرى لديها عجز مائي ويعاني نصف سكان العالم تقريبا من مشكلات ناجمة عن العجز المائي وتوجد المياه العذبة فيما يأتي 1. الأنهار تشكل الأنهار أحد مصادر المياه العذبة في العالم وتصنف إلى أنهار مناطق الرطبة التي تسقط على أحواضها كميات كبيرة من الأمطار وتتغذى من المياه الجوفية مثل نهر الهوانج هو في الصين وأنهار المنطقة الجافة التي تنبع من مناطق رطبة وتجري في مناطق جافة مثل نهر النيلي ونهر الأردني ونهر الفراتي ونهر دجلتة 2. البحيرات وهي مسطحات مائية تحيط بها اليابسة من جميع الجهات وتتميز بتغير أبعادها من فصل إلى آخر قد تزداد مساحتها خلال فصل التساقط وذوابان الجليد أو تقل مساحتها وينخفض مستواها في فصل الجفاف 3. المياه الجوفية هي المياه التي تتجمع في خزانات المياه الجوفية تحت سطح الأرض أو في الفراغات والشقوق بين الصخور وحبيبات التربة والرمل والحصى كيف تتكون المياه الجوفية؟ لتعرف ذلك تأمل الشكل الآت ثم أجب عن الأسئلة التي تليه في الشكل 2.4 المياه الجوفية ويبين الشكل مستوى المياه الجوفية كيف تتسرب إلى باطن الأرض عبر شقوق تجري المياه عبرها أو طبقات مسامية حاملة للماء 1. من أين تتغذى خزانات المياه الجوفية في باطن الأرض؟ 2. بين أشكال خروج المياه الجوفية إلى سطح اليابسة 3. ما أهمية المياه الجوفية في الأنشطة البشرية؟ هل تعلم أن الأردن يعد من أفقر عشر دول في العالم من حيث العجز المائي؟ 4. الجليد يغطي الجليد تقريباً 10% من مساحة سطح الأرض ويتوزع في المحيط المتجمد الشمالي أركاتيكا والقارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا 5. القمم الجبلية الشاهقة مثل جبال الألب في أوروبا وجبال الهملايا في آسيا 6. ينشأ الجليد من تراكم الثلوج بكميات كبيرة وتتحول مع الوقت إلى جليد متماسك جداً 6. وعندما تتراكم الثلوج على القمم الجبلية ويصل سمكها إلى عشرات الأمتار 7. فإنها تبدأ بالزحف ببطء مشكلة أو دية من الجليد 8. في الشكل 2-5 جبل جليدي 9. أسئلة الدرس 1. وضح المقصود بكل مما يأتي 10. المحيطات 11. البحيرات 12. البحار المفتوحة 12. المياه الجوفية 13. البحار شبه المفتوحة 12. اشرح خطوات دورة المياه في الطبيعة 13. أعطي مثالين على كل مما يأتي 14. بحار مفتوحة 15. بحار شبه مفتوحة 15. عدد مصادر المياه العذبة على سطح الكرة الأرضية 15. وضح كيف يتكون الجليد 16. اذكر أهم المناطق التي ينتشر فيها الجليد في العالم 17. انقل إلى الخريطة الآتية أسماء الظاهرات التي تمثلها الأرقام الآتية 17. محيطات 18. محيطات 18. واحد 18. اثنين 19. ثلاثة 19. بحار أربعة 19. خمسة 19. انهار سبعة وثمانية 20. في الشكل 20. خريطة 20. لسطح الأرض 21. تبين المحيطات 22. والقارات 22. تم 22. تبين المحيطات